بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن إزالة النجاسة مسألة الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها هل تظهر أم لا؟ اتفق الفقهار رحمهم الله على أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها دون تدخل من الآدم فإنها تظهر وهذا على القول بنجاستها لأنهم مختلفون هل الخمر نجسة أم ليست نجسة؟ فعلى القول بنجاستها فإنها إذا تحولت بنفسها بدون تدخل الآدم إلى خلا فإنها حينئذ تكون طاهرة ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤالي عن الخمر تتخذ خلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فمفهوم هذا الحديث أنها إذا لم تتخذ خلا وإنما انقلبت بنفسها دون تدخل الآدم فإنها حينئذ تكون طاهرة مسألة إذا خفي موضع النجاسة إذا وقعت النجاسة في الثوب أو في البدن ولا يدري أين موضعها حتى يطهرها هذا لا يخرج من أمرين الأمر الأول أنه يمكن أن يتحرى بمعنى عنده قراءة إما بطريق الشم أو أنه يتغير لون الثوب أو يستطيع أن يميز مكان النجاسة بقرينة فهو بالتالي يعرف أو يستطيع أن يحدد مكانها فيغسل موضع النجاسة الأمر الثاني لا يمكنه أن يتحرى بمعنى أنه لا يدري وليس هناك علامات تدل على موضع النجاسة لكنه يعلم مثلا أنها في أعلى الثوب أو أنها في أسفل الثوب أو أنها مثلا في الرجل اليسرى فحينئذ يغسل ما يظن أن مع هذا الغسل قد زالت النجاسة أو يغلب على ظنه يغلب على ظنه أو يتيقن أنها قد زالت النجاسة فيغسل المكان الذي يغلب على ظن أن النجاسة فيه فيغسله كاملا مسألة ما يعفى عنه من النجاسات أولا يعفى عن يسير الدم وما تولد من الدم كالقيح والصديد يكون ذلك على الثوب أو البدن ويكون هذا الدم من حيوان طاهر وهذا الأمر أو هذا المعفى عنه وهو الدم وضع الفقهاء له قيود من هذه القيود أن يكون يسيرا فلو كان كثيرا عرفا فإنه لا يعفى عنه الأمر الثاني أن يكون في الثوب أو البدن فإن كان في الطعام فإنه لا يعفى عنه وأيضا من القيود أن يكون ذلك من حيوان طاهر في حال الحياة كالآدمي أو مأكل اللحم من الغنم والبكر ونحو ذلك وحيوان البحر السمك ونحو ذلك وما يشق التحرز منه من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة مثل الفأراء والهر ونحو ذلك على المذهب ما لا نفس له سائلة أيضا فهذا أيضا يعني العقرب والصراصير ونحو ذلك هذا ليس لها دم فلو يعني قليل من دمها العالق ربما قد يصيب الثوب أو البدن دم يسير فإنه حينئذ لا يؤثر في طهارة الثوب أو طهارة البدن ثانيا مما يعفى عنه أثر الاستجمار في محله بمعنى أنه إذا استجمر الإنسان بشروط الاستجمار فبقي بعد الاستجمار بالورقي أو الحجري أو نحو ذلك بقي في المحل يعني شيء ليس من النجاس العيني وإنما الأثر كرائحة أو نحو ذلك فإنه يعفى عنه فإن كان قد خرج خارج أو زاد عن المخرج المعتاد فإنه لا بد أن يطهره بالماء والدليل أنه ثبت أن نبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الاستجمار في التنزه من البول والغائط فإذا اقتصر على الاستجمار فدل على أنه إذا بقي أثر من هذا الاستجمار كرائحة وليس عين نجاسة لو بقية عين نجاسة فإنها لا بد من إزالتها إما بالاستجمار وإما بالماء لكن بقي أثر كرائحة مثلا فإن ذلك يعني يعفى عنه على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم